السلام عليكم شلوكم شهر باركم ان شاء الله الكل تكونوا بخير و بصحة و بسلامة وياكم ايمان بقناة ايميلي فنر كروشي اليوم بنات احنا في جزء ثاني من باتون بابون ايل وبهاي الجزء بنات راح نشتغل القدم وعذروني بنات ان اداخرت عليكم في تنزيل الجزء ثاني لان والله العظيم كل اشتعبانا وصوتي بالقوة يطلع لكن اليوم قلت لازم اصور لكم جزء ثاني حتى انتو هم تكملوا هوايا ان شاء الله فاليوم راح نشتغل باترون القدم و بهاي الفيديو راح نحتاج خيط البني خيط الاسود خيط الكريمي خيط الاحمر علي ما نشتغل القدم اوكي و هس مباشرة بنات راح نجيب خيط لون البني بسم الله بخيط لون البني بنات راح نرتفع اول شي سمي عقدة البداية وراها نرتفع سبع سلاسل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة بربعة اقدت البداية ارتفعت سبع سلاسل السلسلة السابعة الاخيرة راح اتركها ادخل سنارتي في السلسلة ثانية اوكي و اشتغل غرزة حشو تمام و في نفس المكان في نفس الحلقة ايضا غرزة حشو ثانية يعني اشتغلت حشوتين في السلسلة ثانية اوكي وراها اشتغل اربع حشوات ثابتة وربعة شوفوا هاي اول غرزة حشو الحلقة اللي بعدها ثاني غرزة حشو فردية ثالث غرزة حشو فردي زائد رابع غرزة اوكي اشتغلت اربع غرز حشو فرديات ادبقالي اخر سلسلة شوفوا ادخل سنارتي وهنا نبنت اشتغل خمس حشوات في نفس المكان يعني في السلسلة الاخيرة راح اشتغل خمس حشوات هاي اول غرزة حشو اثنين ثلاثة اربعة خمسة اشتغلت خمس غرز حشو في الحلقة الاخيرة نشتغل من هاي الطرف و ناخذ الخط البداية و هيانا حتى فان مرة نثبتها راح نشتغل خمس حشوات وربعة ثابتة الى النهاية هاي اول غرزة حشو وهاي اثنين ثلاثة اربعة زائد خمسة تمام اشتغلت خمس غرز حشو وكملنا سطر الأول وحالنا أدي 16 غرزة حشو هس أجيب العلامة جبت العلامة بنات وهس راح ندخل إلى سطر الثاني وفي سطر الثاني مباشرة على أول غرزة حشو أسحب الخيط واشتغل غرزة حشو وأجيب العلامة واخليها حتى من خربط في عدد الغرز اوكي احنا بهذه الحركة مباشرة دخلنا في سطر الثاني وفي سطر الثاني مكان العلامة نشتغل تزايد فأني أريد اشتغلت غرزة حشو أضيف عليها بعد حشو حتى يكتمل عندي التزايد اوكي وغرزة ثانية أيضا تزايد حشوتين في نفس المكان يعني في سطر الثاني من البداية اشتغلنا اثنين تزايد زائد نشتغل أربعة غرز حشو هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة اشتغلت أربع حشوات فردية وراها أشتغل تزايد حشوتين في نفس المكان اوكي وراها أشتغل حشوتين فردي من بعد التزايد هاي أول غرزة حشو فردية ولي بعدها أيضا حشو فردي فردي يعني اشتغل واحد فقط تمام وراها اشتغل تزايد حشوتين في نفس المكان اوكي اوكي وعدد الغرز الحشوات المتبقية اشتغلها ثابتة شوفوا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة آخر ستة حشوات المتبقية اشتغلتهم ثابتة يعني احنا في هاي سطر اشتغلنا أربع تزايد فقط التزايدين من البداية زائد تزايد مننا وتزايد مننا اوكي يعني حاليا عندي اشتغل قرزة حشو نروح إلى سطر الثالث وفي سطر الثالث بنات مكان العلامة اشتغل حشو وارجع العلامة تمام وفي نفس المكان اضيف عليها بعد حشو حتى يكتمل عندي تزايد يعني مكان العلامة اشتغلت حشوتين تزايد اوكي وراها اشتغل حشوتين فردية وربعة هاي اول حشو فردي غرزة الثالثة شوفوا اللي بعدها ايضا فردي اوكي في غرزة الحشو الرابعة اشتغل تزايد حشوتين في نفس المكان يعني اول شي اشتغلت تزايد زائد حشو فردي حشو فردي تزايد اوكي وراها اشتغل ست غرز حشو فردية واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة اشتغلت ست حشوات فردية بالبعد الثل Saud اشتغل تزايد عشوتين في نفس المكان اوكي وراها اشتغل حشوتين فردية بالبعد هاي التزايد يعني شوفوا هاي اول حشو فردي غرزة اللي بعدها ايضا حشو فردي اوكي وراها بهاي الغرزة اشتغل حشوتين في نفس المكان اول حشو أضيف عليها بعد حشو وعدد الحشوات المتبقية نشتغلها ثابتة واحد اثنين اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة أيضا في هاي سطر بنات اشتغلنا اثنين تزايد فقط من الأمام يعني بداية القطعة ومن الأمام أيضا اثنين تزايد بما كان عندي 20 غرزة حشو حاليا عندي 24 غرزة حشو لأن سوينا فقط 4 تزايد نوخر العلامة ونروح إلى سطر الرابع وفي سطر الرابع بنات اشتغل حشو وارجع العلامة في نفس المكان أيضا تزايد أضيف عليها بعد حشو يعني مكان العلامة تزايد أوكي غرزة اللي بعدها حشو ثابتة غرزة اللي وراها أيضا حشو ثابتة يعني اشتغلنا أول شي تزايد زائد حشو تين فردية في غرزة ثالثة اشتغل تزايد اللي بعدها أوكي وراها حشو ثابت واحد وأيضا تزايد حشو تين في نفس المكان يعني من هاي القصة بنات من البداية سوينا ثلاثة تزايدات أولا تزايد حشو تين فردي تزايد حشو واحد فردي زائد تزايد سوينا ثلاثة تزايدات من هاي القصة هسا نشتغل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمس حشوات فردية وراها نشتغل تزايد حشو تين في نفس المكان وحزبوها هاي تزايد الرابع من هاي القصة سوينا ثلاثة تزايدات وهاي تكون اني تزايد الرابع وراها حشو تين واحد اثنين حشو تين فردي زائد تزايد وهاي تكون تزايد الخامس زائد واحد اثنين حشو تين وهاي تزايد السادس وراها نشتغل واحد اثنين ثلاثة أربعة أربع حشوات وراها تزايد وهاي تكون عندي تزايد السادس السابع عفوا اوكي وآخر غرزة نشتغلها فردية اوكي يعني احنا في هاي سطر اشتغلنا سبع تزايدات اوكي اشتغلنا تزايد حشوتين تزايد عندي واحد وثلاثين غرزة حشو اوخر الألامة مكان الألامة اشتغل منزليقة لكن ما رح ارتفع سلسلة مباشرة اقص الخيط من بعد ما قصت الخيط اسحب الخيط اوكي ادخل السنارتي من جوا تمام واسحب الخيط لجوا وإحنا كملنا من قطعة لون البني شوفوا احتمال بالكاميرا مدمي لأن لون البني شوي لون طوخ غامق فاحنا حاليا ادنا واحد وثلاثين غرزة حشو هسا بهاي المرحلة رح تجيب خيط لون الأسود هاي خيط لون الأسود بنات رح تجيب السنارة المكان اللي قصد منها الخيط ثم رح تدخل بها اللون الأسود رح تدخلها من وسط الشغل من الخلف اوكي الغرزات الأمامية لا الغرزات الخلفية مو هاي كانت مكان العلامة لكن تعالوا إلى النص شوفوا هنانا ودخلوا الخيط السنارة ندخلها من جوا واتطلعها من غرزة اللي بعدها حشوات مقلوبة اوكي نسوي عقدة البداية على الحلقة لون الأسود ونسحب الخيط ونشتغل سلسلة ورح نشتغل هاي سطر كلها حشوات مقلوبة تمام عندي 31 سلسلة غرزة رح اشتغل 31 حشو مقلوبة رح الحشوات المقلوبة شلون نشتغلها ادخل سنارتنا من جوا الغرزة وادخلها إلى الغرزة الثانية اللي بعدها اسحب الخيط واطلع منها واكمل الغرزة الحشو اوكي هاي الحشو المقلوبة ايضا ادخل السلسلة من جوا الى الغرزة اللي بعدها اسحب الخيط اطلع منها شوفوا السلسلة وان واطلع من الثانية واشتغل غرزة الحشو وهكذا الى نهاية 31 وغرزة حشو مقلوبة انا اكملها بنات وارجع لكم اكملتها بنات كلها حشوات مقلوبة وصلت الى اول نقطة وهنا انا اكيد انتو هبثلي فراح تحسون انو حشوات المقلوبة طلع ثلاثية غرزة حشو مقلوبة صح؟ لكن اللي اللي لازم تعرفوه اخر غرزة شوفوا مكان اخر غرزة ندخل بيها واتطلعها من مكان اول غرزة نسحب الخيط تمام؟ ونشتغل غرزة الحشو المقلوبة فاهنا انا اتكونت اندي 31 غرزة حشو مقلوبة فهاي خلوها ببالكم دائما في غرزات الحشو المقلوبة في نهاية الغرزة نفقد غرزة فبهاي المرحلة احنا شلسة مو استنار ندخلها والغرزة اللي بعدها نشتغل غرزة الحشو فلازم ندخلها ببرتين في اخر غرزة نفس الحركة ندخلها عن اخر غرزة واتطلعها من غرزة البداية ونشتغل غرزة حشو وبهاي الحالة رجعنا الغرزة ما فقدناها اوكي يعني اذا تحسبوها هسا عندنا 31 غرزة حشو مقلوبة اوكي نجي على اول غرزة حشو اسحب الخيط واشتغل غرزة حشو نشتغلها حشوات ثابتة وحشوات اعتيادية داخل الغرزتين شوفو بما انه قدي 31 غرزة حشو راح ارتفع 4 اسطور من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص في كل غرزة نشتغل غرزة حشو واحدة بس لبدة 4 اسطور انا اكملها بنات 4 اسطور وارجع لكم وعذروني اذا شوي مرافع لكن انا احس صوتي بيطلع فعلا اللي بود هاي داخلي شوي ارتفع من الصوت يا اللي بود تكون واضحة لاتجبير انا ارتفع 4 اسطور وارجع لكم كبلت بنات 4 اسطور من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص هسا اخر العلامة وبي هاي سطر راح نرجع الى التناقص فمكان العلامة اشتغل غرزة حشو وارجع العلامة اوكي ورح احسبها مكان الحشو اقول هاي واحد اول غرزة حشو فردي اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة من بداية اشتغل سبع حشوات فردية واربعض اوكي هسا راح نرجع نشتغل اثمر تناقصات واربعض اوكي التناقصات ناخذ الحلقات الامامية من الغرزة اسحب الخيل واكمل الحشو مارتي بهاي حالة انا سوي التناقص احسبها اقول هاي اول تناقص بعدها ايضا هاي تناقص الثاني زائد تناقص الثالث وتناقص الرابع تناقص الخامس تناقص السادس تناقص تناقص السابع وهاي تناقص الثامن اوكي شوفوا من الامام شلون صارت شكلها سوينا ثمن تناقصات وربعض ما ادي بالكاميرا بينوا لولا صارت تطني شكل الحذاء تكرمون من بعد ثمن تناقصات وربعض نرجع نشتغل هاي الحشوات ثابتة الى العلامة شوفوا هاي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة زائد الثمانية اوكي احنا شلو نسوينا بهاي السطر اول شي اشتغلنا سبع حشوات فردية من قسم الامامي اشتغلنا ثمان تناقصات وربعض زائد ثمان حشوات وصلت الى العلامة اوكي يعني في هاي سطر اشتغلنا ثمان تناقصات وحاليا عندي ثلاثة وعشرين غرزة حشو اواخر الالامة مكان الالامة اشتغل غرزة حشو وارجعها احسب اقول هاي اول غرزة حشو غرزة بعدها اثنين ثلاثة اربعة خمسة خمس حشوات فردية اشتغلت وربعض هسه من قسم الامامي راح اشتغل ست تناقصات وربعض تمام شوفوا التناقصات هاي اول تناقص الحلقة من الغرستين ثاني تناقص ثلاثة ثلاثة تناقص والاخيرة اشتغلت اشتغلت من قسم الامامي ستة ناقصات وربعض بقيت الحشوات اشتغلها ثابتة الى العلامة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة اوكي بنات اعدل الاخر غرزة اعدل الغرزة اللي بعدها ايضا هذولة ثابتة تمام وهاي غرزة السادسة اوكي بنات احنا شنو سوينا في هاي سطر اول شي اشتغلنا خمس حشوات فردية من قسم الامامي ست تناقصات زائد ست حشوات الى الالامة حاليا بنات بما انه سوينا ست تناقصات من الامام فقط عندي سبعة غرزة حشو اوكي اوخر الالامة ورح نتوقف في التناقص رح نشتغل اربعة سطر من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص وعدد الغرز سبعة غرزة حشو انا اكمل اربعة سطر وارجع لكم على كل غرزة حشو نشتغل غرزة حشو واحدة فقط كملت اربعة سطر من الحشوات الثابتة بهاي المرحلة نخلي بها قطن على المود خلاص بعد رح نرتفع تكون صعبة علينا خليت بها قطن كل جزي بنات هسا بنات نرجع للشغل اخر غرزة حشو رح افتحها تمام يعني اشتغل الحشو باللون الاسود لكن ما رح اكملها بلون الاسود وانما ندخل خيط الاحمر تمام حشو من بعد ما ربطتها بنان اجي اقص خيط الاسود خلاص بعد ما رح نحتاج خيط الاسود نوخر الالامة ورح نشتغل بلون الاحمر في الحلقات الخلفية اوكي يعني نشتغل سطر ثابت بدون تزايد وبدون تناقص لكن في الحلقة الخلفية الحلقات الامامية من الغرزة رح نتركها شوفوا في الحلقات الخلفية نشتغل حشوات ثابتة الى النهاية كبلتها بنات وصلت الى اول دقطة كلها حشوات ثابتة في الحلقات الخلفية هسا بنات شوفوا رح ندخل الى داخل الغرزتين الحلقتين يعني نسحب الخيط ونشتغل غرزة حشوة ثابتة يعني نكمل الحشو اوكي احنا سوينا حشوات ثابتة في الحلقة الخلفية تمام يعني ما سوينا لا تزايد ولا تناقص الحشوات عدد الغرز عندي 17 غرزة حشو رح اشتغل سطرين من الحشوات الثابتة ايضا بدون تزايد وبدون تناقص وفي الحلقتين مو بالحلقة الخلفية بالحلقات النورمال انا اكمل هاي سطر وسطر اللي بعدها يعني مجموع سطرين وارجع كمل سطرين من الحشوات الثابتة باللون الاحمر هسد وخر العلامة مكان العلامة اشتغل غرزة حشو ارجع العلامة واضيف عليها بعد حشو يعني مكان العلامة صار عندي تزايد اوكي سويت التزايد وراها اشتغل 16 غرزة حشوة ثابتة الى نهاية يعني في هاي سطر سوينا فقط تزايد واحد وهو تكون من قسم الخلفي مكان العلامة بقيت الحشوات كلها ثابتة الى العلامة وصلت الى العلامة سويت كل حشوات ثابتة يعني فقط في مكان البداية سوينا تزايد وبما انه سوينا تزايد واحد حاليا المجموعة اصار 18 غرزة حشو اوخر العلامة وراح اشتغل 3 سطور من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص وعدد الغرز 18 غرزة حشو انا اكملها وارجع لكم 3 سطور ثابتة كملت بنات 3 سطور من الحشوات الثابتة هسا اوخر العلامة مكان العلامة اشتغل غرزة حشو تمام وغرزة اللي بعدها اشتغل تزايد تمام يعني اشتغلنا حشو زائد تزايد زائد بقية حشوات هذول كلها الى العلامة نشتغلها ثابتة يعني سوينا تزايد واحد فقط بهاي سطر اكملها كلها حشوات ثابتة الى العلامة كملت بقيت الحشوات كلها سويت حشوات ثابتة الى العلامة وبهاي سطر بما انه سوينا تزايد واحد فقط فحاليا اندي 19 غرزة حشو اوخر العلامة وراح ارتفق ثلاث سطور من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص على كل غرزة حشو نشتغل غرزة حشو واحدة بس لمدة 3 سطور كملت بنا 3 سطور من الحشوات الثابتة هس اوخر العلامة اشتغل غرزة حشو ارجع العلامة واحسب اقول هاي اول غرزة حشو فردية غرزة لي بعدها ايضا فردي حشوتين فردية في غرزة ثالثة اشتغل تزايد تمام يعني دائما التزايدات تكون من قسم الخلفي هي شي من الوسط اوكي وبقيت الحشوات شوفوا هذول الى النهاية نشتغله بحشوات ثابتة بدون تزايد وبدون تناقص فقط سوينا التزايد واحد بالقسم الخلفي كملت بنات وبما انه سوينا تزايد واحد حاليا اندي 20 غرزة حشو اوخر العلامة وايضا راح نرتفع ثلاثة سطور من الحشوات الثابتة بدون تزايد بدون تناقص اوكي ثلاثة سطور ثابتة كملت بنات ثلاثة سطور من الحشوات الثابتة هس نوخر العلامة ورح نشتغل مكان العلامة حشو ونرجع العلامة ونحسب هاي اول غرزة حشو غرزة بعدها اثنين زائد ثلاثة ثلاثة حشوات فردية في غرزة رابعة نشتغل تزايد حشوتين في نفس المكان تمام وبقية الغرزات الحشو الى العلامة نشتغل ها ثابتة بدون تزايد وبدون تناقص اهنا فقط سوينا التزايد واحد من قسم الخلفي الى العلامة حشوات ثابتة كملت بنات كلها حشوات ثابتة الى العلامة وهنا نبنات كملنا القدم فهاي اذا كانت قدم الاول تقصون الخيط لكن اذا كانت قدم الثاني لتقص الخيط على مدى بهاي الخيط راح نربط ها عاليا وراح نبتدي بالجسم لكن في هاي المرحلة قبل ما نبتدي بالجسم لازم نخلي بها قطن تمام خلو بها قطن كل جزيل لتخلو مكان فارغ تمام بما انو خليني بها قطن حسا نجي نشتغول هاي القسم شوفوا قسم اللون الكريم جيبوا خيط لون الكريم احنا دائما بنشتغول كركشة القدم او اليد في الحلقات الامام ادخل صنارة نهي جي من فوق لي جوا صح لكن بالباترون الباب والإيل بالعكس هاي القدم بالتحد هي تدخلها السدنارة اوكي وراح نجيب خيط الكريم شوفوا نجي على الاول حلقة ادخلها ادخلها بالتحد لفوق اسحب الخيط واسوي سلسلة في نفس البكان شوفوا في نفس هاي الحلقة اشتغل غرزة الحشو وغرزة لي بعدها ايضا الحشو فكلها حشوات ثابتة بدون تزايد بدون تناقص حتى ما سنسوي سلاسلة مو بناتو حشوات ثابتة الى النهاية كملتها بنات شوفوا اجي انا اول غرزة حشو هنا انا اسحب الخير واسويت منزلقة وارتفأ سلسلة مجرد الارتفاع واغص الخير وخلاص هسا بنات راح ننظف الخير الزائدة ننظف بنات خير لون الكريم واسا نرجع للشغل نوخر العلامة شوفوا بنات ان الخير ما تبت وقف من هاي الجهة فرح اشتغل حشوات الى ان اصل لجهة ثانية من الوسط على لابد اربط القدم فشنو راح اسوي راح اوخر العلامة تمام واشتغل واحد زائد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة او اشتغل العشرة تمام اشتغلت عشر قناس حشو من مكان العلامة حشوات ثابتة الى ان وصل شوفوا لوسط القدم بما ان وصلت لوسط القدم فرح ارتفع سلسلتين واحد اثنين اوكي اجيب القدم الثاني شوفوا واخليها الوجه تكون هي شي ثابتة اخليهم هي شي بنظري ومكان اللي ارتفعت منها سلسلتين رح اجي اربط القدم بالقطع غرزة لمقابلها اوكي شوفوا اتأكد تمام بنا دخلت الغرزة واشتغلت غرزة حشو ورح ورح ارجع اشتغل حشوات ثابتة كلها على هاي القدم احنا بو القدم عندنا 21 غرزة حشو فرح اشتغل 21 غرزة حشو ثابتة على هاي القدم وارجع لكم كملت بنات اشتغلت من البداية اعتذر بنات وقفت الفيديو فمن البداية بدخلنا سلسلتين ودخلنا اشتغلنا حشو حسبت 21 غرزة حشو داير بداير القدم الاول وصلت وين وصلت الى السلاسل بالقسم الامابي شوفوا قسم الامابي فرح اجي اشتغل على هاي السلاسل وغرزة حشو هاي اول سلسلة اشتغل عليها اول غرزة حشو هاي سلسلة ثانية اشتغل عليها الحشو الثاني اوكي ورح مباشرة ادخل سنارتي في القدم الثاني وايضا احسبها اشتغل 21 غرزة حشو الى ان اكمل ها على قدم الثاني ايضا اشتغل 21 غرزة حشو وصلت الى السلاسل من قسم الخلفي ايضا اشتغل عليهم هاي اول سلسلة اشتغل عليها حشو واحد السلسلة البعدها حشو الثانية اوكي هسا من بعد هاي الغرزتين الحشو على السلاسل الغرزة الجسم القدم يعني خلي نقول نسحب الخير ونشتغل غرزة حشو اهنا انا بنات اخلي علامة فهاي الغرزة تكون بداية كل سطر جديد اوكي وتأكدوا من القدم القدمين تكون على شكلها الصحيح اوكي هسا نشتغل الحشو ثابتة بدون حساب بدون ما نحسب بنات حشوات ثابتة إلا أن نوصل إلى الزاوية غرزة الزاوية دائما تكون غرزة واضحة شوفوا أول ما نسوي بها هي شوفوا بنات وصلت إلى الزاوية في الزاوية اشتغل تزايد حشوتين في نفس المكان اوكي بقية الحشو الحشوات اعتذر لنظر فوقفت الفيديو لأن فت مرة اليوم تعبانا بما انه سوينا تزايد واحد من الزاوية ارجى اشتغل هذول كلها حشوات ثابتة إلى أن اوصل إلى الزاوية ثانية وارجع لكم وصلت إلى الزاوية ثانية هنا أنا اشتغل تزايد ايضا حشوتين في نفس المكان كملت بنات حشوات ثابتة الى العلامة وحاليا بنات بما انه استولى اثنين تزايد فقط في الاطراف عندي ثماني واربعين غرزة حشو تمام حسا مكان العلامة اشتغل غرزة حشو وارجع العلامة واضيف عليها بعد حشو يعني مكان العلامة صار عندي تزايد زائد اشتغل حشوات ثابتة الى ان اصل الى الزاوية وصلت الى الزاوية في غرزة الزاوية اشتغل تزايد ويعتبر عندي هاي تزايد الاول ثاني تزايد الاول مكان العلامة هاي تزايد الثاني اشتغل حشوات ثابتة الى ان اصل الى الوسط في الوسط ايضا تزايد ويعتبر عندي هاي تزايد الثالث تمام أشتغ الحشوة ثابتة إلى الزاوية من قدم الثاني في غرزة الزاوية أيضا تزايد ويعتبر عندي هاي تزايد الرابع تمام زائد أشتغ الحشوة ثابتة إلى العلامة آخر غرزة ما قبل العلامة بنات أيضا تزايد يعني إحنا في هاي سطر سوينا خمس تزايدات وحاليا عندي 53 غرزة حشو تمام هاي 53 غرزة حشو رح أرتفع أربع أسطور من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص على كل غرزة حشو نشتغل غرزة حشو واحدة بس أربع أسطور كملت بنات أربع أسطور من الحشوات الثابتة واللي هنا أنا بنات وصلت إلى نهاية الفيديو على مدوقت التصور عندي خلاص انتظروني في جرس الثالث نكمل الجسم بإذن الله هنا أنا أقول لكم معا السلامة